تحية طيبة مشاهدين الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن فيسبوك وتويتر اليوم ضمن نشرة الظهيرة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية ستتابعون ضمن أخبارنا لجنة المساعدة السعودية تقدم كتبا ومعدات تعليمية من ضمنها حواسيب وغيرها من المستلزمات المهمة بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم مكتبة أبو حنيفة في العاصمة الأفغانية كابل ذلك بهدف دعم الشباب الأفغاني من الناحية التعليمية هذا من جانب وأيضا من جانب آخر زيادة الوعي من مخاطر الفكر المتطرف الذي تحاول الجماعات الإرهابية زرعه في عقول الشباب في أفغانستان هذا الخبر وغيره من الأخبار والمواضيع ستتابعونها ضمن نشرة الظهيرة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية معي أنا روناك عادل كونوا معنا